بنوتة من الكويت عمرها 21 سنة قبل حفل زفافها بيوم اكتشفت ان عندها الادز طبعا كانت صدمة ليها كانت صدمة للعريس بتاعها ولابوها وامها وللعائلتين عائلة العريس وعائلة العروسة طبعا العريس هرب تمام طبعا تفكيره جيف حاجة غلط ان هي بتعمل حاجة غلط او ان هي ارتكبت زنا او 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 هرب العريس هرب بدون يعني قالوله حتى اعرف السبب ايه طلع يقال لهم لا انا خلاص مش عايز انا تقفلت والبنت قاعدت طعاية وابوها قاعد يشكك في اخلاقها وكده ايه القصة وايه الحكاية الفيديو ده مهم جدا لو انت دخلة على جواز قريب والفيديو ده مهم ليك يا شاب لو انت لسه متجوزتش وداخل على جواز او حتى لو انتوا متجوزين او حتى لو انتوا متجوزين هل البنت فعلا كان عندها الادز اه كان عندها الادز طيب هل هي اخلاقها مش ولا بود لا ده بانوتا متدينة جدا وبتصلي وبتصوم كوتية مسلمة لبسها محتشم ايه القصة وايه الحكاية كل القصة وكل ما في الموضوع ان البنت دي طبعا بتهتم بجمالها وبتهتم برشاقتها وزي ما بتروح جم زي مثلا ما بتزبط جسمها وكده فهي برضو بتبقى عايزة تزبط بشرتها تزبط سنانها فكانت دايما البنت دي بتتردد على خلينا نقول الاماكن اللي هي بتعمل تنظيف للبشرة واللي هي الاماكن اللي بتحقن البلازمة كانت دايما بتتردد على الاماكن ديت تمام طبعا ما كانتش بتروح لعيادات موثوك منها او عيادات خلينا نقول مرخصة او عيادات تابعة لوزارة الصحة عيادات خاصة بالجلدية والكلام ده لأ دا كانت بتشوف عروضات معمولة على الفيس ومعمولة على المنصات التواصل الاجتماعي وقد بتروح لها اماكن عادية جدا تمام وبتلاقي سيدة بتستقبلها وبنوتها جوه بتعمل لها الحاجات دي طبعا هم ما عندهمش موضوع التعقيم يعني خلينا نقول زي ما يكون كده تحت برسلم ليه المكان نضيف ان الناس اللي شغالين فيه نضاف بس ناس مش متخصصة فما بيفهموش في موضوع التعقيم ما بيعرفوش ان هي ممكن ان ممكن الناس يتعادوا من بعض فكانوا بيعيدوا استخدام الادوات اللي بيستخدموها للعمل بتاعتهم تمام طبعا ما تفهمش بقى توفير كسل الله اعلم ولكن اللي انا عايز اقولهولك ان زي برضو ما تكون حذر او زي ما تكوني حذرة من عيادات تنظيف البشرة وحقن البلازمة والكلام ده كله برضو عيادات الاسنان لازم تروح لعيادة اسنان كبيرة سمعتها كويسة التعقيم بتاعهم كويس لان يا جماعة الحاجات دي خطيرة جدا الحاجات دي بيصعب علي اما انت تكون شخص متدين وشخص ملكش في اي حاجة او في اي سكة غلط وفجأة تتصب مرض من الامراض المشبوهة يعني الادز ده اي نعم طرق العدوى مختلفة ولكن اول ما ما احنا بنقول الكلمة دي بييجي في دماغنا الحاجة الشمال او الحاجة الغلط